لم يتبقى لأم ضرغام سوى النحيب والذكريات لولدها الذي تلقت خبر وفاته بصورة مفاجئة وصفتها بالغامضة بأحد السجون في بغداد فبعد أن كانت تمن النفس مع زوجها المريض بلقائه فجوعوا باستلامه جثة هامدة انسجن على موت دعوة مالة مرة وخلص السجين وقضاء وخبرونا وقال بخابرنا وقال بعد شهر أطلع يعني موت تغامضة يعني من تمرى ما يقلوني بنكم تمرى تعالي جوبوا لدوة تعالي دابوا تعالي شوفوا مو موت شهرين يابس يسولفون الدفانة الدفنو ذول رابعي يعني يقلوني ماكو هيكل عظمي يتمكشر حتى تنوني بحلقة ولاصل هو شعب عمره بالخمسة وعشرين سنة تعتقد أمو ضرغا من وفات فلذة كبدها لم تكن طبيعية مرجحة قتله بناء على ما وردته من معطيات تقول إن وفاته كانت بعد نقله إلى سجن التاجي بفترة وجيزة وكانت على اتصال به استعداد لخروجه في غضون أيام مناشدة بفتح تحقيق بالحادث ونقله من هذا السجين ما عرف اسمه اسمه صعب نقله من هذا السجين ودوه سجن التاجي شهر زمان خابرني قال يومي أنا رجي هدوم جيبي لملابس وديت لي ملابس بيد واحد جزيت لي شو على ساعة خابره ونقال ابنكم توفى إجي ابني يعني في صدره زرف هالصفحة زرف هالصفحة زرف هالصفحة زرفه في صدره متعذب يعني لا اللحمة علي العظام عظام عظام يا بس هيك العظم شنو موت هاي الغامضة ما ندري بيها أناشد الحكومة أناشد السيد السوداني أبو الفقراء الطيب أناشد وزير الداخلية أناشد مدير السجين وزير السجين الله يطول بعماركم أنا مرة ضعيفة والله ما عادي كاروة أجل بغداد داعب دموا ليدي ما عادي أناشد مدير القضاء الأعلى يفتحوا له تحقيق يشوفوا شنو الماتوا ليدي لم تتابع أمو درغام قضية ولدها المتوفي بسبب ضعف حالتها المادية فتسكن وحيدة مع زوجها المريض ببيت مؤجر وتعتمد على الإعانات والمساعدات في يومها من النجف محمد رزاق التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر